بسم الله الرحمن الرحيم انا محمود كارم معرض الاظهر للتطبيقات الهندسية هنكمل كلامنا النهاردة عن ال اي دي سي انالوكتو ديجي الكمبرتر هنتكلم عن بتا شيت بتاعت ال اي تي ميجا تنين وثلاثين اللي احنا شغالين عليها وهنعمل ان شاء الله دي بتاعت الانالوكتو الكمبرتر اللي عندنا في ال اي تي ميجا تنين وثلاثين اول حاجة بيقول لك طبعا ان هو عشرة احنا قلنا طبعا قبل كده ان تبقى على يعني احنا بيبقى عندنا تساوي على اتنين قص رزيليوشن ماينس واحد زي ما قلنا المورد فاتت فكلما زاد كلما بتقل طبعا هنا عندنا كام عشرة اللي هو اللي جوها فالعشرة دي من صفر لالف تلاتة وعشرين فالستيب بتاعتنا بتبقى خمسة على الف تلاتة وعشرين اللي هي بتبقى اربعة وتمانية من عشرة آآ ميلي فولت لو عندنا قيمة ديجيتال مسلا واحنا عايزين نعرف القيمة الانالوج بتاعتها بنعمل ايه بنضرب القيمة ديجيتال دي في اللي عندنا اللي هي على اتنين قص رزيليوشن ماينس واحد فالقيمة الديجيتال بتبقى بتبقى القيمة الديجيتال دي اللي هي بتبقى عشر رابط هنضربها في الستيب تدينا القيمة الانالوج مسلا لو احنا عندنا القيمة الديجيتال آآ زيرو زيرو واحد واحد زيرو واحد واحد زيرو دي الديسيمال بتاعها كام؟ الديسيمال بتاعها اربعة وخمسية احنا هنحاولها الديسيمال وبعد كده نضرب الديسيمال في مقدار اللي هي اربعة وتمانية من عشرة ميلي فولت. فتدينا متين تسعة خمسين وتمانية من عشرة ميلي فولت. يبقى هي دي القيمة الانالوج اللي خارجة. طيب بعد كده يا اما بتبقى. يا اما هناخد احنا قولنا اللي بتحكم فيها اما ان احنا هناخدها او عندنا اختيارين يا اما يبقى اتنين وستة وخمسين من مية. اما ان هو يبقى اه حاجة اسمها الافي سي سي وهنشوفه برضو كل ده كمان شوية. خمسة فولت. والاكسترنل ان احنا هناخده من بناء على الميكرو كنترول. من من سورس خارجي خالص. اللي هو بتاعها. طيب. اللي احنا هنشتغل اللي كمان شوية. هنبقى هنشتغل 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 على هنشتغل على هنشتغل على يعني هنروح نتشك على الفلاج كل شوية. ولو الفلاج هترفع هنعمل آآ كود معين. يعني ده دي طريقة كتابتنا للكود يعني. آآ مش هنشغلها طبعا على ونفتح ولما يحصل يروح يعمل حاجة معينة لأ. احنا هنحنا اللي هنتحكم في الفلاج هنروح نشك عليه كل شوية. طيب. آآ بعد كده عندنا هو بيقول لك ان هو نص دي يعني بتاعته نص طيب. نص يعني ايه? يعني لو احنا عندنا مثلا. اتنين فولت. فهو بيقول لك نص وهو بيبقى او اتنين. يعني ايه بلاس او اتنين. اللي هو اللي بتطلع اما ان هي تكون زيادة بمقدار او اقل بمقدار يعني لو مثلا اه اتنين فولت. الاتنين فولت دي اما ان هي. لأ كورس بتاعتها هتبقى اقل هتبقى في الرنج ما بين اقل اتنين فولت اقل هتبقى في الرنج ما بين اقل او اكبر يعني الاتنين ممكن نشوفها واحد او تلاتة او في الرنج ما بين واحد وتلاتة. بعد كده عندنا بيقول لك من خمسة وستين لمتين وستين مايكرو سكند. احنا قلنا ان بتاعنا في تمانية. طيب ازاي انت بتقول لي ان هو تمانية بيبقى ودلوقتي تقول لي ان هو من خمسة وستين لمتين وستين مايكرو سكند. هقول لك ان الرنج اللي فوق ده بيبقى على حسب على حسب ممكن يغير في زمن ممكن يغير في زمن يعني اه لو اسمنا على على حاجة كبيرة اكبر فهيبقى هيطلع الفريكونسي قليل. فهيبقى اقصى حاجة ليه متين وستين مايكرو سكند واقل حاجة ليه خمسة وستين مايكرو سكند. طيب جميل جدا. فده بيختلف على حسب ايه? على حسب اللي ده خلال. على حسب اللي انا هعمل عليه. هقسم عليه يعني. طيب احنا قلنا طبعا ايه ده اللي احنا اشتغل عليه دلوقتي هنعمل على عشان نوفر في يعني. طيب. بعد كده عندنا خمستاشر كيلو. طيب يعني ايه? يعني اخره ياخد خمستاشر كيلو سامبل في الثانية الواحدة. بعد كده اه احنا عندنا اما تشتغل على او سبعة او تشتغل اتنين بتاعنا اللي هو الجين. الجين اللي هو بيقول لك الجين بتاعك من عشرة. ليه اه بيبقى عندك جين عشرة وبيبقى عندك جين اه متين. طيب جميل جدا. يعني ممكن تضرب عشرة اللي هو تطرح من بعض وتضربهم في عشرة زي ما شفنا المرة اللي فاتت او ممكن تضربهم في متين. طيب جميل جدا. بعد كده عندنا اه هنشوفهم كمان شوية. من صفر الخمسة فولت يعني. اه سليكتاب والي هو اتنين وخمسة. زي ما قلنا دلوقتي. اه يعني ما بتبقى اتنين ونصف يعني ما بتبقى خمسة فولت اللي هو ال اي بي سي سي. طبعا دي الموتز بتاعت بتاعتنا. يعني ما بيبقى سنجل كونفرجن مود او اه فري روننج مود. دي الموتز بتاعت الموتز يعني. وقلنا المرة اللي فاتت عليها. ال اي دي سي ستارت كونفرجن باي او تو يعني احنا ممكن نستارت كونفرجن اه الكونفرجن باي او تو تريجر. و اه اون انترابت سورس يعني ممكن حاجة معينة هي لتشغل ال اي دي سي مسلا وهكزا. هيعمل ستارت كل ما يحصل انترابت معين. بعد كده عندنا حاجة اسمها ده ممكن تخلي المايكرو كنترول ينام او ما يستهلكش باور يعني. ولو ال اي دي سي هو ال اي دي سي بس والله يفضل شغاله. ولو جاله ال اي دي سي بعت له ال اي دي سي بعت له ال اي دي سي يشتغل. اه اخلي كل حاجة في المايكرو كنترول تنام معدل اي دي سي. بحيس ان انا برضو ايه عامل ايه اه باور كونسومشن للموضوع. طيب جميل جدا. طيب هنتكلم بقى عن ال اي دي سي بتاعنا. اول رجستر عندنا اسمه ال اي دي موكس. طيب. ال اي دي موكس ده اللي هو ال اي دي سي ملتي بليكسر سيليكشن رجستر. الرجستر بتاعنا بيبقى تمانية بيتس. التمانية بيتس دول بقى بيعملوا ايه? اول تو بيتس في الرجستر ده اللي هو البيتس الرقم ستة وسبعة اللي هم اسمهم ار اي اف اس واحد ار اي اف اس زيرو. اللي هو يعني. الريفرانس دول بيختاروا الحالة اللي انت هتشتغل عليها في يعني ايه? يعني لو انت على حسب الجدول ده. لو انت اه مختار الريفرانس دي زيرو زيرو. هيشتغلك ايه ار اي اف? يعني في الحالة دي الانترنل بتقفل. وتقدر انت بقى توصل ايه اكسترنل بمزاجك. من على اللي هي على المايكرو كنترولر يعني. لو انت عاي لو انت خلتها زيرو واحد. في الحالة دي انت شغال على اللي هو الانترنل خمسة فولت. تمام? طبعا وبيقول لك ايه اي ار اي اف يعني ممكن تحط ايكسترنل كاباستور على البن بتاعت ال اي ار اي اف. طيب بعد كده عندنا الحالة بتاعت واحد وزيرو. طبعا الحالة دي اللي احنا هنشتغل عليها. اللي احنا هنخليه شغال على الاي بي سي سي. بعد كده عندنا الواحد وزيرو دي ري سيرفد. ري سيرفد يعني مش هيحصل اي حاجة. ولو حطينا واحد واحد فانت كده شغال على آآ في ريفرانس باتنين ونص آآ فولت. طيب جميل جدا. ايه ميزة الاتنين ونص فولت دي عن الخمسة فولت مسلا ممكن اشغاله على 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 طول. لا. هو انت لو عندك بيطلع آآ فولت من اتنين من زيرو لتلاتة وتلاتة من عشرة مسلا فولت. طيب. الحالة دي هتشتغل بالآآ بالآآ اتنين ونص. ليه? لانك كده هتبقى بتكبر الاستيب. الاستيب بتبقى الااا الاكسترنال على فاحنا عايزين الاستيب بت القدر الممكن. فاحنا عايزين نقلل ال في ريفرانس. نقلل ال في ريفرانس ازاي? نقللها باننا نشتغل على الانترنال آآ اتنين ونص فولت دي. طيب جميل جدا. بعد كده رقم خمسة دي. اللي هي آآ اللي هو ال اي دي سي ليفت ادجسمنت ريسولت. يا اما انت بتشغل البتاية دي. البتاية دي هي ايما بتشتغل على الليفت ادجسمنت. يا اما نشتغل على طيب. ايه الفرق بين الليفت ادجسمنت ورايت ادجسمنت? ال اي دي سي بينتج عنه قيم ديجيتال. طيب بتاعنا زي ما قلنا عشرة بت. تمانية بت. فانت متقسمين يعني اللي جوة بتاعتنا. تمانية بت كلها تمانية بت. احنا متفقين ان هي تمانية بت. ولكن انت بتقول ان بتاعك عشرة بت. طب انت ازاي بتاعك عشرة بت. وانت كل اللي جوة تمانية بت. كده اللي هو ايه? ايه نظامه? والله ده اللي عشرة بت دول اللي هم بتاعي متقسمين على تمام? تعالوا نشوفهم مع بعض. طبعا اول في ال ايه دي سي ريجسترز هو ال ايه دي ماكس. ال ايه دي ماكس قلنا ان اول من ناحية هنا اللي هم اللي بتاعي رقم ستة سبعة. دول اسمهم ال ريفرانس سليكشن. ار اي اف اس واحد و ار اي اف اس زيرو. ال ريفرانس سليكشن بتس دول بيبقى على حسب الجدول اللي احنا شفناه من شوية بتختار اللي انت هتشتغل عندها. اما ان انت هتوصل اه اكسترنال اللي هو ال اي ريفرانس. او ان انت هتوصل اه اما انه هيبقى او ان هو هيبقى اه اتنين ونص فولت. طيب ده اول حاجة. طيب ده اول حاجة في ال ايدي ماكس. تاني حاجة البته هي رقم خمسة. البته هي رقم خمسة هنا اسمها ايه? اسمها اه ال اي دي ال اي ار. اه ال اي دي ال اي ار دي اختصر ال اي دي سي ليفت ادجسمنت ريزولت. طبعا ال ايه. طيب ايه هي بقى ال اي دي اه ال اي دي سي ليفت ادجسمنت ريزولت دي. ال اي دي سي ليفت ادجسمنت ريزولت دي بحدد منها الطريقة اللي ال اي دي سي هيشتغل عليها. اما ان هو هيشتغل ليفت ادجسمنت او رايت ادجسمنت. مبدئيا احنا قلنا ان بتاعي بتاعنا كم? عشرة بيتس. وال اي ريجستر جوة بتاعنا تمانية بيتس. طيب ازاي بتاعنا عشرة بيتس. يعني ازاي بتاع عشرة بيتس. وهو كل بيتس اللي جوة اللي جوة بتاعنا تمانية بيتس. اقول لك هم متقسمين على يعني العشرة دول متقسمين على اتنين. واحد اسمه. ال اي دي سي هاي. والتاني اسمه. ال اي دي سي ده. واخدين منه اول والباقي مش معنا. وال اي دي سي لو. واخدينه كله اللي هو التمانية بيتس. بتاعنا. طيب من زيره طبعا لسبعة. يبقى ما تديه زيره واحد اتنين تلاتة اربعة امسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى دول العشرة اللي هم بتاع ال اي دي سي بتاعنا. طبعا الانالوك فاليو لما بنحصل لما بنعمل لها بتتحول لديجي تال فاليو. الديجي تال فاليو دي بقى بتتحط في العشرة بتاعنا دول. طيب. اول حاجة عندنا او اول طريقة واللي احنا هنشتغل بها اصلا اللي احنا هنستم بتاع 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 بتاعنا بها واحنا في العشرة بتستور. طيب وبعدين ازاي اقرأ اللي هو اللو والهاي. التورجيسترز كل واحد فيهم ليه عنوان مختلف واللي اتنين تمانية بت. نقرأهم ازاي. احنا هنعمل ال اي دي سي لو. هنقراه ونعمله مع اي دي سي هاي. شفتت بمقدار تمانية بت. لما اعمل للاتنين دول مع بعض اشفت اي دي سي هاي. بمقدار تمانية بت. وعمل له مع اي دي سي لو. قدرت اقرأ القيمة الديجي تال اللي طلعها لي من اي دي سي. تمام? جميل جدا. طيب دي اول طريقة بتاعت تاني حاجة بقى نحنا نعمل هتهتمي بال اي دي سي هاي فقط. وهتفكك من اي دي سي لو. هتهتمي بالتمانية بت بتوعي اي دي سي هاي. انت هتعمل ايه? هتعمل نجليكت الاول في ال اي دي سي لو. وهتاخد من اول من اول البيت رقم اتنين للبيت رقم سبعة وتحطهم في ال اي دي سي لو. طبعا انا كده عملت نجليكت للاتنين دول. فاقصى نسبة ايرور ممكن توصل لها ان هو يبقى الاتنين بوحيد. فلو الاتنين بوحيد يبقى هيبقى في كده فرق دي سيمال كام? فرق تلاتة. دي نسبة الخطأ بتاعتي. طبعا في انت كده جماعت الاتنين وعبعض. ستاشر بيت. في انت كده بتقرأ تمانية بيت فقط. من زيرو. الانتين خمسة وخمسين. اخرها من زيرو. امتين خمسة وخمسين. العشرة بيت اصلا من زيرو الالف تلاتة وعشرين. فهيبقى فيه نسبة كبيرة في طيب جميل جدا. فلو انت شغال اه يا دوب بس هتعمل هاي. شفت بمقدار اتنين. وهو هيروح يحط التمانية بيت هو بيبقى عارف ان انت شغال الفت. فهيروح يحط التمانية بيت. اه في ال اي دي سي هاي. وانت شافته وتقرأه. وانت شافته وتقرأه. طيب جميل جدا. طبعا في بيبقى فيه نسبة ارر في في ولكن هو سريع. اسرع من الرايت. لو انت مهتم بالايرر ده اشتغل طيب ازاي بقى انت بتحدد اصلا هو ولا اه رايت اجسمنت. احنا عندنا البتاية رقم خمسة دي. لو حطيت فيها واحد فانت كده بتقوله ان انت لو حطيت فيها زيرو فانت كده بتقوله ان انت وده اللي احنا هنبقى نعمله في بتاع ال اي دي سي. طيب بعد كده عندنا زيرو. الاربعة. دول بتوع الخمسة دول هم اللي بيحددوا اللي انت هتشتغل عندها. طبعا في احتمالات كتير انت ممكن تشتغل على واحدة من التمانية اللي عندك. وممكن تشتغل على اه اتنين مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا احنا عارفين والديفرنشيل. نفتح داته شيط. ده الاحتمالات اللي عندك اول حاجة طبعا انت شغال سنجل. انت اشغال الاحتمالات اللي فوق دي لو كتبت في الاربعة. اه 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 اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. دول انت كده هتبقى شغال بعد كده طبعا احنا اخدنا ليه لو هو ممكن يشتغل على نفس لان هو بيبقى عايز ييس قيم صغيرة جدا ممكن هو يشوفها ولكن انت عايز تاخد زوارة بعض زي ما شروحنا مورا الفاتح دي كده كل الاحتمالات اللي انت ممكن تكتبها احنا هنبقى نكتب كل صفار علشان نشتغل على بتاعته ده كده اول جسع عندنا ايه اي دي سي ماكس والبيتس اللي فيه ازاي بتشتغل وجايه بعد كده عندنا ال اي دي سي اس ار اي اختصار ال اي دي سي اختصار ده من اسمه كده فانا بعمل كنترول على ال اي دي سي فاول واحدة دي البتاية رقم سبعة دي البتاية بتاعت ال اي دي سي ان انا اصلا اعمل ال اي دي سي فلو انا حاطتها بزيرو فكده بتاعي مقفول بزيرو لو انا حاطتها بواحد فهو كده مشغل بتاع تاني بالتاية دي لو انا حاطت واحد فهو هي لو حاطت زيرو مش على حسب بقى هو سنجل ولا سنجل ان انا كل مرة هعمل مرة واحدة بس وهو هيعمل لوحده بقى اوتوماتيك بعد كده بعد كده البتاع رقم خمسة الا دي اا اوتو تريجر انابل دي لو بواحد فانا كده مشغل لو بزيرو فانا كده قافل اوتو تريجر بقى ده معناه ان هو من اي برفريل وزي ما شرحنا قبل كده سواء اي حاجة طبعا لو انت شغال سنجل فانت هتحطها بزيرو على طول اوتو تريجر بتبقى في حالة ان انت تبقى شغال و احنا هنشتغل نحنا هنروح نشك على كل شوية فهنحطها بايه هنحطها بزيرو طيب بعد كده عندنا ده طبعا بتاع من زيرو يا اما هيبقى بزيرو يا اما هيبقى بواحد زيرو دي لما خلص يعني الفلاج هيترفع طبعا الفلاج بيترفع لما الادسي بيخلص يعني هيبقى بواحد البتاية رقم اربعة دي هتبقى بواحد لو هو خلص وهتبقى بزيرو لو هو لسه ما خلصش ففي حالة لو انت فاتح الاسي رجستر و البي اي اي هيديك الفلاج ده بيحصل له كلير لما تكتب عليه واحد يعني الفلاج ده بتاعه لما يعني تكتب عليه يعني كل ما هنعوز نصفر الفلاج هنروح نعمل على البتاية رقم اربعة دي طيب لو انت مفعل هو هيتصفر لو بواحد لو انت مشغل وبتعمل تشك عليه كل شوية فانت كده لازم تحط في واحد علشان يتصفر بعد كده عندنا البتاية رقم تلاتة اللي هو اللي هو انت لو مفعل دي اللي بتفعل من خلالها اللي هي يبقى اللي فاتت كانت دي بتاعت الانتراب لو هي بواحد لو انت بواحد لو انت هتشغل بزيرو لو انت مش هتشغل فانت لو مش هتشغل الانتراب بتاعت هشتغل ايه هتشتغل بولنج وهتعمل تشك على فلاج كل مرة زي ما قلنا قبل كده وفي الاخر طبعا لازم تصفروا قلنا هتصفروا ازاي ان احنا نروح نحط في البتاية بتاعت الفلاج اه واحد نعمل ستبت فيه اول ثلاث بيتات طبعا اللي هم زيرو واحد وي اه اثنين الثلاث بيتات دول بقى اللي هم اه 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 سلكت دي بتحدد اللي انت هتقسم عليه الكلوك اللي هو بتاعنا علشان تقلل الفريقونسي وتعمل باور كونسومشن للموضوع طيب ايه اللي عندنا بقى في بتاعنا اللي عندنا اما ان هيبقى اه باتنين لو انت عامل الثلاثة اه بتس دول اللي وراء بعد بصفار او ان انت زيرو زيرو واحد فهيبقى اتنين تلاتة هيبقى تمانية اربعة هيبقى ستتاشر خمسة هيبقى اه اتنين وتلاتين ستة هيبقى اربعة وستين وسبعة ده اخر احتمال هيبقى مية تمانية وعشرين احنا طبعا في بتاعنا في الانشياليزيشا هنشتغل على ده اللي هنشوفه كمان شوية. اللي هو المية تمانية وعشرين. يبقى واحد واحد واحد. دول طبعا آآ اللي احنا تكلمنا عنه من شوية. اللي هما الهاي والله بعد كده عندنا آآ اللي هو اول تلات طبعا فيه اللي هو آآ اما آآ ايه اللي انت هشتغل عليه. اما ان انت تشتغل او او ان انت هتبقى بتشتغل على فيبقى هو جايله الاوامر من فعلى حسب بقى انت هتشتغل ايه? طيب احنا طبعا مش هنشتغل اصلا تبنى اصلا في البداية رقم خمسة في آآ اللي هو رقم خمسة بتاعته اللي هي بتاعت كتبنا فيها زيرو علشان احنا قلنا ان احنا هنشتغل ايه? هنشتغل سنجل. طيب جميل جدا. احنا مش محتاجين اصلا التريجر سورس ده مش هنجي ياما. هنروح نتشك على الفلاك بتاعنا كل شوية. وكل شوية هن آآ كل مرة هنعمل طيب ده كده اللي عندنا جوه بتاعنا في تعالوا بقى نشوف بتاعنا. طيب ده بتاعنا. اول حاجة عندنا الفايل بتاع الانتروفيز دوت اتش. الفايل بتاع عندنا طبعا هنحطين هنا بتاعنا. آآ العنوان بتاعه يعني بتاعت كل بتاعنا اللي احنا هنستخدمها دلوقتي يعني في البروجرام. آآ بعد كده عندنا اول حاجة وهنعمل فانكشن تانية اسمها طيب تعالوا مبص على اللي عندي. اول حاجة طبعا بعملها بعد كده دي اول فانكشن. آآ الفانكشن بتاعت احنا قلنا ان احنا هنعمل على اه على ايه بالزبط يعني اللي احنا هنشتغل عندها احنا هنشتغل هنشتغل على هنشتغل خمسة فولت هنشتغل آآ مش هنشتغل آآ يعني هنروح نتشك على كل شوية ترفع ولا لا. بعد كده عندنا ده 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 الكلام بقى اللي احنا قلناه احنا هنروح اول حاجة نعمل للبتاية رقم آآ ستة وسبعة. طبعا اول رجستر عندنا الرجستر بتاع آآ رجستر رجستر احنا عايزين نعمل اول حاجة البتاية رقم آآ سبعة دي اللي هي بتاعنا فاحنا بنروح نعمل ست فيها علشان نعمل اصلا بعد كده البتاية اللي بعدها اللي هي رقم ستة دي البتاية بتاعة كل ده طبعا في اللي احنا شرحنا من شوية بعد كده البتاية اللي بعدها اللي هي البتاية رقم ستة دي البتاية بتاعة اللي هو اللي انا هعمل يعني هنرجعها هنقعد ان آآ ترجع لها كل مرة اون انت هتعمل فأنت هتعمل مرة واحدة وهو يعمل هنشتغل اصلا بعد كده على هنعمل اه مش ف هنروح نحط في البطاقة رقم خمسة نروح نحن نحن نعمل للت رقم قلق يا طيب جميل جدا يبقى احنا كده هنعمل في البطاقة رقم خمسة يبقى احنا كده مش مش بعد كده اه للفلك بتاعنا اه من البتاية رقم اربعة. نحن بنعمل لها ست. ما احنا بنعمل ان احنا بنحط بين ست في البتاية رقم اربعة واحد. طيب بعد كده البولنج. احنا هنشتغل اه مش هنشتغل فهنروح نحط على البتاية رقم تلاتة زيرو. بعد كده اول تلات بيتات اللي هما زيرو واحد واثنين. زي ما قلنا دول بتوع زي ما شرحنا في اللي احنا هنشتغل به. اه هنشتغل على اه اكبر اللي هو واحد واحد اللي هو بيبقى مية تمانية وعشرين يعني. فهنروح نست في التلاتة اه بيتات وحايد. طيب جميل جدا. بعد كده عندنا بتاع ال اي دي ماكس. ال اي دي ماكس هنعمل في ايه? اول اربعة دول اللي هو احنا عايزين نشغل ال اي دي سي زيرو. هنحطهم بصفار. بعد كده هم اصلا بيبقوا بصفار بس انا اعمل كده علشان ااكد عليهم يعني ان هم بصفار. بعد كده انا عايز اشتغل فانا هروح اعمل البتاية رقم خمسة في. بعد كده عايز اه اشتغل على اللي هو خمسة بولت. كانت في الحالة ان هو يبقى البتاية رقم سبعة بزيرو. والبتاية رقم ستة بواحد. البتاية رقم سبعة هعمل لها كلير بتاية رقم ستة هعمل لها ستة. يبقى انا كده عملت بتاعي اه بتوعي. طيب جميل جدا. دي اول فانكشن عندنا. تاني فانكشن. الفانكشن انا عايز اعمل اه بتاعة اللي هو يعمل. طيب الاول حاجة طبعا الفانكشن دي بترجع يو ستتاشر لان انا عندي طبعا عشرة فانا عايز اخلي الفانكشن ترجع يو ستتاشر. اسمي الفانكشن دي مش بتاخد حاجة طبعا. دي كل مهمتها ايه? اول حاجة ان هي بتستارت السنجل اول حاجة ان انا هستارت الكونفيرجن. طيب انا عايز اتاكد اه عايز اتاكد ان الكونفيرجن خلصان خلص. فانا هقعد مستني. هفضل مستني. لحد ما يخلص. يعني انا هروح اعمل للبتاية رقم اربعة في. طبعا احنا عالفين ان البتاية رقم اه اربعة في اللي هي بتاعت ايه? اللي هي بتاعت الفلاك. فانا هروح هتاكد هل الفلاك ده بزيره? لو بزيره هفضل قعد مكاني. لحد ما ويرفع علي الفلاك. وفي الحالة دي اروح اعمل من خلال الطريقة اللي احنا بنستخدمها اللي هي لان احنا عملناها فوق على ان هي طبعا هروح اقرأ بتاعتنا. بنقرأ في ازاي? ان انا بعمل مع مقدار تمانية. طيب نخلي بالنا ان احنا لازم نعمل الاول بالطريقة دي. نكتبها بالطريقة دي. لازم نكتب اللو. وبعد كده هنعمل له مع مقدار آآ تمانية. طيب جميل جدا. لو عملنا الهاي الاول. لو قرينا الهاي الاول مسلا وبعد كده عملنا مع مع اللو. هيحصل مشاكل. لازم تكتب اللو الاول. بعد كده عندنا هروح اعمل بقى آآ للفلاك علشان يحصل له كلير. احنا قولنا بيحصل له كلير امتى? لما بروح اصد فيه. طيب بعد كده رجع بتاعتي. ويبقى هي دي بتاعت. بس كده ده بتاعي. كده نكون خلصنا. آآ في اتي ميجا اتنين وثلاثين. علمكم اللهم ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علم. موسيقى 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 موسيقى